موسيقى موسيقى أهلا وسهلا بكم عزام شاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر نقف فيها مع شخصية عرفت بمواقفها الوطنية وشكلت مرجعية سياسية لدى القوى المختلفة في تعز وانحازت بشكل تام للدولة والجمهورية ولقيم الإجماع الوطني معنا اليوم الطبيب والناشط الحقوقي والسياسي والمختطف السابق لدى سجون الإنقلاب الدكتور عبد القادر القنيد نتناقش معه في هذه الليلة حول المشهد السياسي والحقوقي في اليمن على ضوء المستجدات الأخيرة المشهد الذي كان يبدو للمتابع العادي شديد الوضوح تحول إلى لعبة وأحجية لا يمكن فهمها فضلا عن حلها انقلاب نفذته مليشيا دينية هي مليشيا الحوثي بالتحالف مع الرئيس المخلوع الذي كان لا يزال يحتفظ بقوة كبيرة داخل المؤسسة العسكرية تحول هذا المشهد إلى لغز محير في نظر البعض ممن ذهبوا بعيدا في تغطيته وتحويله إلى حدث عابر خارج سياق ما يدور في الواقع تبدو الحرب القائمة في نظر هؤلاء بلا سبب ولا متسبب حتى أن آخر بيانات المنظمات الأممية وبعض المنظمات المحلية أحال الأزمة القائمة إلى كونها من صنع الإنسان ولكن هذا الإنسان يبدو شبحا في تقارير هذه المنظمات بلا اسم وبلا ملامح ولا يمكن رؤيته حتى بعد مرور أكثر من عامين على الحرب وما خلفته من مآسي على امتداد اليمن لا لشيء إلا لأنهم قرروا ذلك طرفا معادلة الحرب القائمة تحولا من دولة ومتمردين إلى طرفين متساويين في الشرعية والتوصيف القانوني وهنا يحوز الطرف المتمرد الذي سيطر على السلطة وأسقط الدولة بقوة السلاح على تعاطف هؤلاء لأنه يحارب السعودية حسب رؤيتهم هكذا تحولت الحرب اليمنية ومحنت ما يقارب 25 مليون إنسان إلى بضاعة شنطة يتمول من خلالها بعض كتبة التقارير في ظل عجز سياسي وحقوقي فاضح تعانيه أدوات الشرعية ومؤسساتها وهو ما ألقى بأثر سلبي على القضية اليمنية في المحافل الدولية المهتمة بالمجال الإنساني أو تلك المهتمة بالملف اليمني كقضية سياسية أيضا لماذا تبدو الأزمة اليمنية كقضية غير قابلة للفهم في نظر البعض ولماذا تسعى بعض المجموعات إلى حرف مسار الأزمة القائمة من حرب بين حكومة شرعية ومتمردين إلى حرب بين أطراف متساوية ما هي أسباب العجز الحكومي في مواجهة هذا الخطاب الذي يحتفى به في المنظمات الدولية وما تأثيره على مسارة الأزمة وكيف أثر الأداء المتخبط للتحالف في إضعاف جبهة الشرعية هذه الأسئلة وغيرها نستعرضها مع الطبيب والناشطة الحقوقين دكتور عبدالقادر الجنيد الذي انضم إلينا عبر سكايب الآن من كندا أهلا وسهلا بك دكتور عبدالقادر ورمضان كريم أهلا بك أهلا رمضان كريم علينا وعليكم وشكرا جزيلا على استضافتي وعلى تشريفي بلقاء جمهورك الكريم حياك الله دكتور عبدالقادر بداية الأزمة اليمنية تدخل عامها الثالث ولا يبدو هناك أفق للحل السياسي ولا للحل العسكري برأيك أين يقف اليمنيون في هذه اللحظة؟ ممكن تسمحي لي أولا أتكلم مع أهل تعز تفضل هنا عندنا محور لتعز لو نخليه إلى حينه طيب تمام تمام إذا تريدين أن نبدأ من؟ بشكل عام أين يقف اليمنيون الآن بعد ما يقارب الثلاثة الأعوام منذ بدء الإطلاق العام؟ سنتين وشهرين وأسبوع سنتين وشهرين وأسبوع هذا من بداية عصفة الحزم وسنتين وتسعة أشهر هذا من 21 سبتمبر 2014 كان هناك عملية سياسية توافقية برعاية أممية كنا في وضع مماثل لما نحن عليه الآن وكنا ساقطون إلى هاوية عميقة قرر المجتمع الدولي والإقليمي أننا لا يجب أن نسقط وعملنا لمدة عشرة أشهر في شيء أطلق عليه اسم الحوار الوطني وتمت له مخرجات وكان المفروض على أساس أن نصل إلى بر الأمان وحصلنا على رئيس شرعي وعلى حكومة شرعية توافقية انتقالية وحصلنا على الدستور الذي لم يتم الاستفلا عليه فقه قرر الثنان الحوثي وصالح بأنهما لن يحصلوا عن طريق الانتخابات ما يمكن أن يحصلوا عليه بالسلاح فقام بانقلاب أول سؤال يجب أن نسأله وإقابته ووضحة فيه هل ما حصل في 21 سبتمبر 14 كان انقلاب أم لم يكن انقلاب؟ السؤال اللي بعده هل هذا الانقلاب هو سبب محنتنا أم لا مش هو سبب محنتنا؟ السؤال الثالث هل التدخل السعودي هو حصل بعد سبعة أشهر من الانقلاب في 26 مارس 2015 كيف كانت حالتنا في خلال السبعة الأشهر الماضية السابقة لهذا الحدث؟ كيف كنا؟ مش أقاوب؟ كيف كل واحد عارف الإقابة؟ السؤال الرابع هو لو لم يكن هناك سعودي خليقي كيف سيكون حالنا الآن؟ هذه المشكلة وكل التضليل اللي بيحصل في المنصات الدولية أو في الخطاب الماكينات الإعلامية هو على اللعب بالحقائق الأربع هذين أنه بداية كل شيء هو بداية 26 مارس 2015 بينما كل شيء هو ابتد في 21 سبتمبر 2014 بالانقلاب انقلاب السيد الحوثي والرئيس الذي أصبح الزعيم طيب توصيف المشهد دكتور أبو القادر على نحو مغير تماما وعلى نحو أن هناك حكومة في صنعاء وحكومة في عدن والشروع في تسوية سياسية بلان على هذا التوصيف برأيك لمصلحة من؟ وهل يمكن أن نوصل معه إلى تسوية حقيقية؟ هذا بيكون نجاح غير عادي للانقلاب الانقلاب عليه قرار دولي من مجلس الآمن الانقلاب لا يوجد ولا دولة معترفة بها رسميا حتى الدول التي تدعمها إيران وسوريا لا يوجد اعترف رسمي بهم الآن عندما تتعامل معهم على أنهم طرفين نزاع ليس طرف معتدي اعتدى على عملية سياسية وعلى عملية توافقية انتقالية يرجعهم سوى سوى وبعدين يحكموا الناس لما يحكموا الناس يحكموا بشيء بالوسط نقسم البلاد مصين هذا ما يعني بتعتبر قمة الهزيمة لكل اللي احنا بنجريه ونبحث عنه عليه دكتور الآن يعني ربما هذا الخطاب هو موجود منذ البداية لكن يبدو أنه أيضا ببعض الأخطاء التي حدثت في المشهد السياسي والعسكري خلال الفترة الماضية أيضا غذت هذا الخطاب وأنعشته يعني كيف يمكن الآن يعادت الأمور إلى مسارها وسياقها الحقيقي وفق هذا المنطق الذي تتبناه أنت الآن السؤال كذا مهم جدا ولازم هو ذا نلقي الضوء الكاشف عليه هناك شيء اسمها طول أمد الحرب طول أمد الحرب اللي هو بالفترات الزمنية اللي حكينا عليها هذا عمل البيت كأنه بيت بدون راعي أنبت حشائش ضار الحشح أو البستان حق البيت لما تتركيه فترة تنمي فيه دود وتنمي فيه حناشة والفئران تيجي فيه والحلبان والزمغطات وكل شيء يمتلع فيه والحشرات الضارة والنباتات الشيطانية اللي بتلتف حول النباتات الأخرى هذا هو المشهد الآن طبعا المشهد الآن هذا في ظل غياب الدولة هو اللي عمل الإنفلات الأمني هو اللي عمل ظاهرة المفصعين هو اللي عمل عملية كسر الأبصال هو اللي عمل كفر الناس بالقضية وبقدوة ممارسة الاستمرار في العذاب اللي بنمر فيه إيش سبب طول أمد الحرب واضح واضح أنه فيه أخطاء قسيمة من قبل الشرعية ومن قبل التحالف ولازم نعرف أننا مع الشرعية ولازم نعرف أننا مع التحالف يعني هذا من باب النقد الذاتي ومن الداخل أول شيء يجب عمله هو تطبيق قواعد الإدارة البسيطة تشخيص الحالة المحاسبة المساءلة وتصحيح الوضع وإزاحة من هو السبب في المشكلة هذه ما تحتاج شعب قرية ولا تحتاج إعادة اختراع العقلة لكن ما عدم وجود هذه الخطوات لا من قبل الشرعية ولا من قبل التحالف كيف تقيم الوضع وكيف أن نحافظ أيضا على الأمور على نصابها رغم وجود هذه المشاكل بكل أسف لو ما ينتبهوش الناس اللي احنا بنأيدهم الشرعية والناس اللي هم معنا وإحنا معهم التحالف لو ما ينتبهوش لهذه المسألة ويضبطوا أمورها فاحنا مقدمون على كارثة طيب دكتور عبدالقادر لماذا برأيك يبدو خطاب يعني الخطاب الذي يظهر المشهد على أنه مشهد ملتبس ومشهد صراع بين فصائل وبين جماعات مقبولا لدى المنظمات الدولية وصناع القرار الدولي يعني برغم معرفتهم بطبيعة الظروف وبرغم صدور قرارات دولية لصالح الشرعية في البلد أنا أكزم أن أنا أكثر واحد متابع للناس اللي في المجتمع الدولي في ناس كانوا معنا في الرأي العام الغربي في 2011 يوقفوا معنا الآن 180 درجة قد هم ضدنا وبيساعد الحوفاش هذا البذات شسميهم الليبراليين واليساريين والجندر وحق القنوسة وحق حرية المرأة إلخ إلخ هذا اللي ما بيعملوه مش حباً في الحوفاش بيعملون نكايةً بدول الخليق اللي ما بيعقبهمش اللي هم مختلفين معاهم أيديولوجياً في القضايا الحريات الشخصية وما شبه ذلك المؤسسات الرسمية الغربية آخر هم لها هو مؤسساتنا ومؤسسات الشعب اليمني همها الوحيد كيف تتمصلحها وكيف إحنا ممكن نكون طريقة لأخذ فلوس قيراننا الأغنياء الباقين موظفين يبكر الصبح ويحافظ على دوامه وآخر الدوام يروح وما يهمش أي نتيجة هذا الوضع الدولي بما فيه حتى أسحاب حقوق الإنسان لكن أيضاً دكتور نحن لاحظنا منظمات الدولية كثير منظمات الدولية هي متبنية لهذا الخطاب بشكل رئيسي حتى أنه اختلط على متابعين الأمر هل المنظمات المحلية المؤيدة للانقلاب هي من تتبع خطاب منظمات دولية أم العكس وأيضاً ما تقييمك لأداء التحالف العكس صحيح نعم دكتور عبد القادر أيضاً أداء التحالف وعدم قدرته على كسب تأييد هذه المنظمات برغم حضوره الكبير في المجتمع الدولي وبرغم الإمكانياته الكبيرة ما يقدرش ما يقدرش أول حاجة العكس صحيح مش منظمات الحوفاش الحقوقية هي اللي أبدعت وتفننت وقدرت توصل للكونغرس وقاعة مجلسة الام العكس صحيح المنظمات هذه الليبرالية واليسارية والقنوسة والصحاب الحقوق المرأة والأشياء هذه هم اللي مهدوا لهم الطريق وهم اللي قذبوهم وهم اللي يقروا بعدهم هذا الأصلاً كانوا صحابنا في 2011 وكانوا بيقروا بعدنا وبعضهم أنا استضفتهم في بيتي هذا اللي ودهم قاعة الكونغرس أنا ضايفته بنفسي افتعد لكن لما دخل العامل الخليجي تحول 180 درجة إلى الطرف الآخر طيب دكتور عبدالقادر كنت تحدث عن مسألة الأداء الحقوقي لجبهة معينة على مسؤول محافل الدولية بالنسبة للأداء الحقوقي في الملف الإنساني تحديداً لداء الشرعية وقوة التحالف كيف تقيمها بنظرك؟ ولماذا تبدو ضعيفة لهذا الحد أمام أداء منظمة الأخرى؟ ليس أتكلم دعني أتكلم إيش أحسن طريقة لتقاوز هذا المأزاق ما هوش الأرقام بلا عليك حتى أنت لما بيجيلك تقرير عن القرائم اللي ارتكبوها أركان الإنقلاب حق المدنيين؟ هل توقع رأسك بتفاصيل الأرقام؟ أو بالصور؟ لكن ممكن حاجة قصة شخصية بطريقة معينة ممكن تقلب كل الأرقام هذه كلها الحاجة الثانية الاتصال المباشر لازم حددي هدفك أنت عايزة تكسب الرأي العام الغربي أو تكسب المنظمات المنظمات أعتقد أنها قد تم انحيازها لا يوجد أن تقلسي تكارحيها وتشارعيها كم المحامي حق الشريعة لأنهم تنتزعي منها مواقف لكن الرأي العام الغربي مثل البحر مفتوح في مجال عندك للإبتكار وللخيال بأنك شخصني ابدأ بحثي حكاية القتيل هذا اللي قتلوا في السجل الأمر القومي طلعوا لها للسماء السابعة في السجل الأمر القومي في طريق بن حشيش ولا زميله اللي قلس اللي أطلق سراحه في شهر عبريل هذا ممكن تقليبي الرأي العام على الأمريكي في لحظة لو استعملتيها كيف السبيل الوصول إلى الرأي العام الخارجي؟ تروحي تكلميهم قلوا سمحت حكي زي ما بتتكلمي معي الآن تتكلمي معهم واحرصي على أنها تنشر وعلى أنهم يسمعوها يعني أغرب حاجة حتى أمريكا أمريكا اللي ما بتسيبش حقه أبدا لأي قريمة تتخذ حق فرد من أفرادها سكت خالص بالنسبة لهذا قريمة الاختطاف ضعت قريمة الاختطاف ضعت قريمة الاختطاف التي ترتكب في حق مواطنيها فين الشرعية؟ فين التحالف من استعمال هذه القصص؟ هذه بعشرين مليون تقرير حقوقي وبعشرين بيان وبعشرين منادى بإسم الإنسانية إذا كان هدف في تكسب الرأي العام الغربي إذا كان هدف في تكسب الرأي العام الغربي فهذه الطريقة بالنسبة لإذا كنت تتحدث عن مختطفين الأقانب واستثمار وجودهم لدى الإنقلابيين كمختطفين وكرهائن نحن نلاحظ أن حتى الدول التي تنتمي لها هؤلاء المختطفين يتسترون على هذه القصص ولا نعرف عنها إلا ظن صفقات سرية كيف يمكن أن نفسر هذا؟ كلامك صح 100% روح للرأي العام حقهم الرأي العام حقهم سيستشيط غضبا لو عرف بهذه الأشياء طيب دكتور لذا ما انتقلنا لحديث آخر إلى تعز وأنت طربت في بداية اللقاء أن تتحدث إلى تعز وإلى ابناء تعز خلنا أبدأ معك في الحديث في الحديث الذي طربته إلى تعز سأدخل بعده معك في بعض التفاصيل أولا حي أبطالنا في الرابضين في غرب القصر الذي اقتحموه قبل ثلاثة أيام القصر الجمهوري في تعز وأبطالنا في الكدحة وأبطالنا في قبل هان وقل لهم إن إحنا فخوري بكم وإنه تعز كتبت اسمكم في تاريخها وقل لهم إنه إحنا منسيناش الأبطال اللي في الروضة ولا في الموشكي ولا في سوق الصميل ولا في حوض الأشراف ولا في الجحملية ولا في المشفى العسكري ولا في المكلكل ولا أبطال مشرع الحدنان أبطال مشرع الحدنان اللي دخلوا التاريخ لما دبابة طلعت تقصف المدينة وهم طردوا التقمي اللي عليها وأحرقوها بعود كبريت أنا ما قد سمعتش على ناس يحرقوا دبابة بعود كبريت ورقا أنت اشتسمع أهل مشرع وحدان يحقزوا لي عسرتين قادت مشسع مزهر عليه علامة القودة لما أرجع اشتقلس معاهم وهي على العسرتين هذول وأبطالنا اللي شلوا العروس والشعاب والشعاب والقراضة وأبطالنا بالشقب وأبطالنا بالصل وأبطالنا في كل مكان هذا اللي دخلوا التاريخ وإحنا فخورين به تعز اللي قابت أحلم في اليمن من متعلمين ومن طلبة ومن دكاترة ومن أكاديميين اليوم بتقبلهم أبطال بيدخلوا تاريخها تاريخها ولا بيقولوها من أجل منطقة ولا بيقولوها من أجل مكسب من أجل المجتمع المدني من أجل المجتمع اللي فيه مواطنة متساوية وسوية طب دكتور أقول كمان الأبطال هذا الحاجة ثانية أن القذاعف بتقصف بيوتنا وبيقتلوا أطفالنا ونسائنا وأنا عرفكم أنا هوايتي صعود القبال طلعت أنا عرفكم الطفل الطفل في القبال هذه بيطلعوا هم يتحمل صوانة غاز بيطلعوا هم يتحملها النساء ينزلين بالسلال الفرسك وبسلال التوت بينزلين قريب لو يجمعوا بس أهل تعز لو يحصل لهم مكون قامع يتخطى الأحزاب والشلل والتناحر وهذا حقي وهذا مش حقي وهذا الإدارة حقي وهذا الحصص وهذا السوق وهذا الفصاع لو يتخطوا هذا ولا حد أبدا يعرف فيه وقف قدامهم كيف يا دكتور لازم نحرر طيب دكتور هذا السؤال كيف يمكن أن تتبلور كل هذه التضحيات وكل هذه النضال والصورة المشرقة التي قدمها أبناء تعز ومقاتلين في القبهات وصبر أبناء المدينة إلى مشروع سياسي يحمي هذه المدينة ويحفظها من هذا التناحر والمشاكل والصراعة الهامشية قبل إنجاز التحرير الحقيقي للمدينة وللدولة كل واحد معلق يفت فقراء سيقول أنا حزبي كذا أنا مجموعة كذا أنا أبي الروحي كذا ارقموا بهذا الأباء الروحيين على جنب ورقموا بهذه الياشطات على جنب أبوكم ومكم تعزوا بس دافعوا عنها هل عندك تصور معين دكتور عبد القادر لبلورة هذا الطرح في تكتل مدني في إطار معين سياسي يعني يحفظ تعز يعني وقهها وتضحياتها ويواجه هذا الخضلان الموجود من داخل مدينة ومن الشرعية ومن التحالف على تعز أول شيء أول خطوة في الوصول للحل وطريق النجاح إن إحنا نسمي الأشياء بأسماها ما نطبلش ولا نطنطن وضعنا عيدنا على العيب إذن الكل لازم يسمع إنه هذا العيب والكل لازم يوافق إنه العيب والكل يرتقل ويتخلى عن اليافظة حقه ويقفز إلى الوسط ولازم هذا ضروري يعني التاريخ لن يرحمنا إذا ما عرفنا شو نعمل هذا الكيان القامل واضح إنه ما فيش الشخصية الملهمة اللي تقدر تلهم الناس هذا الكل أنا دور دور كل ما يطلع لنا واحد تطلع فيه أنا قاتلة بدل ما يدخل دفتر التالي بيروح يشتي يدور على دفتر الشيكات أنا متعب متعب للغاية وإحنا بنقلد نفسنا وإحنا بنسمع الأخبار هذه طول الوقت هذا إذن إلقاء الضوء على هذه المشكلة وإنهنا لازم نكون بعد كده لازم نجتمع ونقرر وضروري نعمل هذا الكيان القانع أنا لو 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 عندي خيلة لا أقفز ثاني يوم وأقلس في تعز أنا مش عاجب لأن أقلس هنا في كندا أنا مكاني هناك في تعز الحاجة الحاجة الثانية أنه فتياننا سبعة عشر تسعة عشر سبعة عشر سنة هذول لازم يعملوا فرق كشافة وبناتنا في نفس السن لازم فرق اجتماعية الفرق الكشافة هي اللي تحرص أن المدينة تكون نظيفة من راعش أنه التحالف والشرعية تنظف لنا شوارعنا أصلا فرق بول بادل لما عمل الكشافة هو عملها كرديف لقوات الاستعمار البريطاني كرديف جبهة داخلية نحن ذا الحين في أمس الحاجة إلى فكرة الكشافة الأحزاب هذه لازم ترمي بشبابها بنكران ذات مش أنا حزبي وشوفونا إيش سوات وصوروني ويحطي أفضل ويقول لنا الحزب حقه اللي عمل كذا الحزب الثاني ما عملش بس أنا اللي عمل كلهم لازم ينزلوا ولازم يحصل الحزب ما هيش عشرة في المية من تعيد الأغلبية الصامتة هي تسعين في المية لازم الشرعية ولازم إحنا كلنا نشحذ همة الأغلبية الصامتة ولازم التحالف تدور علينا اللي إحنا نقدر نطلع الأغلبية الصامتة ظهور أصوات دكتور عبدالقادر ظهور أصوات من داخل تعز تتهم المقاومة في تعز بالإرهاب وبالتطرف بكونها جماعات متمردة وخارجة عن القانون وخارجة عن الدولة برأيك في أي سياق يمكن أن نفهم هذا الخطاب والصادر من داخل تعز وما علاقته بالأطراف المتسببة بالمشكلة بمشكلة تأخر تحرير تعز وتعثر إنجاز معركة تعز تعز لا يمكن يكون فيه نماذج متطرفة مزعية يعني أنا تولت في تعز وتربيت في تعز واشتغلت في تعز وأعرف تعز تعز تحطيهم على القرح طيب ما هي شبيئة لتوليد ولا هي حاضنة لتوليد المضطرفين أنا عرف ناس دمهم أحمر قفزوا الأول بقعة فيه دفاع عن المدينة وقفزوا يدافع عن المدينة هل هذا اللي سسميهم مضطرفين الحاجة الثانية أنا عرف وعادة نفتعز قبل ما يتم اعتقاله وقبل ما غادر إنه كمشي مناظر عقيبة بتطلع بيلبسو أقنع سوداء وقمصان سوداء وفنلات سوداء ويعملوا لا إله إلا الله فقرايا سوداء ويقلسوا يتبختروا ويقولوا صوروني صوروني هذا القاعدة الأمن القومي يعني في الأمن القومي معه قاعدة خاصة والنظام السابق معه قاعدة خاصة بيستعملها وقت ما يشتي ويسيء استعمالها وقت ما يشتي وأحيانا حتى يضحيبها يضحيبها عشان يكسب تعاطف المجتمع الدولي ويكسب له أرصغ صيد عند المجتمع الدولي طيب ما الذي لازال يمكن أو لازال بوسعنا أو بوسع الأطراف الفاعلة في تعز عملوا لاحتواء الوضع في تعز سؤال يتعبني لأن مدام أنت تأكدين أنت سألت السؤال هذا لنفسي مليون مرة وتأكدين أننا عملت ألف مجهود ومجهود لتخط الحالة هذه وكل واحد كلمته على حدا وكل واحد ناشدته وكل واحد سيب اليافطة حقه الحال أنه كلهم يسمعوا الكلام حقي ويسمعوا الكلام حقي وأنه هذا ضرورة هذا ما عاده اشترف ماه اشترف نحن ممكن لازم نكون حاجة واحدة ولازم نرقم بريافطات حقنا إلى الخلف تعز بهش بحاجة أحزاب وله محل فخر لهم أنه يقول أنا سويت أنا ضحيت صوروني ولازم تكونوا ممتنين لي ولازم تجيبوا لي حصة ولازم تجيبوا لي جائزة طيب إذن دكتور أفهم من كلامك بأن الأحزاب السياسية في تعز أصبحت تعب على المحافظة أكثر يعني من كونها يعني ممكن أن تقدم خدمة أو مشروع سياسي لتعز للمحافظة إذا استمرت على هذه الحال فهي مش عب بس أكثر من عب قد ثقيلة بتجرها إلى قاع الماء إلى قاع البحر أنا من خلال برنامجي كهذا أدعوهم أنه كل واحد يقول أنا حزبي فلاني بس أنا تركه الآن تعز ليس بحاجة الحزبي تعز حاجة إلى تراتبيات الهرمية إلى انضباطي إلى ضبطي إلى ربطي وأنا داخل بشخصي وبقومي لكن مش بيافطاتي ولا بأباء الروحيين ولا بالبيانة الرسمية رقم كذا والبيانة الرسمية رقم كذا ما نشتيش بيانات نشتي لكن دكتور عبد القادر خطة عمل وتنفيذ دكتور عبد القادر يعني ألا ترى أيضا أنه من ناحية أخرى ممكن أن يفهم هذا الخطاب أو يعني شيطنة الأحزب أو إزاحتها عن المشهد يعني يفسح المقال للجماعات الأخرى الجماعات المسلحة والمتمردة والخارجة عن السياق السياسي والقانوني ها هم هم كلها منضبطين ومحترفين وفاهمين للشغل هذا يجيؤوا ويقولوا إحنا مهمتنا حاجة واحدة فقط تحرير تعز إنقاذ اليمن وبعد كذا بعد ما ننقذ اليمن ونعمل مجتمع مدني وتعددية وديمقراطية على عيني ورأسي وبنكتبها في أبرز صفحات التاريخ أما الآن فهم ما بيخدموش الغرضين هذول لا غرض تعز ولا غرض إنقاذ اليمن يعني برأيك أنه إيجاد أي معارك الآن قانبية قبل استعادة الدولة واستعادة الشرعية ودحر الإنقلاب هي معارك هامشية ولا قيمة لها من باب الحرام مش هامشية من باب الحرام طيب دكتور طيب إذا أنت ذكرت أيضا في سياق حديثك تقربتك المريرة في معتقلات الإنقلاب دكتور يعني هل هناك ما لم تذكره من قبل حول هذه التقربة ما لم تنشره حول هذا الموضوع وتحب الآن أن تقوله في هذا اللقاء أحب أقول أنه الحوثة يعني إيش يستفادوا لما خطفوا ألف واحد وعذبوهم أو إلا ألفين مش مهم الرقم في ملايين ملايين خارج بيبغضوهم ويكرهوهم ويقبلوهم يعني لماذا إلا الألف هذولا وإلا الألفين اعتدوا عليهم ربما لأنهم مؤثرين هو واحدة مؤثرين واحدة يريدون أن يعملونهم عبرة عبرة لقل الآخرين يخافوا ويبطلوا شوفوا إيش حصلوا شوفوا إيش حصلوا هي يسكتوا هي يعملوا يعني هم معاهم دولة عميقة سواء دولة سلالية أو دولة الأربعين عام الماضية فهمين فعل الخوف في البقية طبعا أكبر حل أكبر شيء لمواجهة هذا أنا نفسي ما كنتش عارف المخاطر اللي ممكن أتعرض لها بس أنا مستحيل كنت أقبل لا كبريائي ولا كرامتي ولا شرفي كانوا يسمحون أن أتفرج وقل الساكت لازم لازم أقفز للوسط لازم أدافع عن مدينتي لازم أدفع عن بلادي اليمن ما أقول الناس انقلبوا على عملية قد تعبنا عليها لما قلنا بس وهم داخلها العملية السياسية التوافقية وبعدين يقلبوها كذا في غمضة عين واسكت بسبب أنه معاهم سلاح ولا ما معيش سلاح طيب عودتهم للمشهد السياسي من جديد كيف تتصوره الكثير هناك الكثير من المبادرات التي تطرح على الساحة معظمها تتحدث أو تروق لعودة هؤلاء إلى المشهد السياسي من جديد كشركاء في العملية السياسية القادمة في دول كثير اسمها دول التي مرت بنزاع بالنسبة للنموذج هي جنوب أفريقيا أي بلاد مرت بنزاع وصمم الناس فيها على الانتقام والثأر هذه ما خرجتش لا طريق وقلست حتى نهارت تماما أما البلاد التي ابتكرت شيء اسمه العدالة الانتقالية فهذه خرجت لطريق وازدهرت وازدهرت بطريقة غير معقولة يعني محور العدالة الانتقالية هو محور كامل مستقل بذاته في مخرجات الحمار الوطني نحن ممكن نعصو عنها بس بشرط بموقف مش عشان عيونهم ولا بسبب أن نحن خايفين منها لا لسلامة الوطن بس وسلامة المجتمع اليمني ولقل ما يدخلوش في تناحرات لا تنتهي ودورات انتقام لا تنتهي واحد لازم يعترفوا بذنبهم اثنين لازم يطلبوا مننا الاعتذار ثلاثة لازم ما يمارسوش اي عمل سياسي ولا اي عمل حكومي والخامسة لازم تكون في قوانين انه مثل هذا ما يتكررش ثاني يعني لازم نوصل للمجتمع الامن اللي فيه بوسيادة القانون والنقطة السابعة لازم قبر الضرر يقوم المجتمع ولا الحكومة ولا العالم كله بقبر الضرر اللي تضرروا من هذه المشكلة وبعدين اخر حاجة رقم تسعة الضحايا الضحايا يقوموا بالعفو عنهم ما كرمه وليس يعني نرجوهم ان يعفو عنهم وبعدين هم لازم يعفو عنهم اما انه يرجع شريك في عمل سياسي بعد هذا كله هذا الشيء مستحيل يعني دعوة الى البدء من جديد لدورات جديدة من الصراع لكن هناك طرح الدكتور بانه دوامة الصراع يبدو انها لن تنتهي خاصة مع عدم جدية التحالف العربي في حسم المعركة عسكريا وايضا ترهوا الادا بالنسبة للشرعية وانه هناك مبادرات من قبيل تخفيف على اليمنيين بالذهاب الى اي تسوية سياسية اين كان شكلها ستقشل اذا طيب 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 مع استمرار دكتور عبد القادر مع استمرار الوضع على ما هو عليه التحالف العربي كما نلاحظ انه ايضا ذاهب الان بناء الى مآلات ومسارات اخرى داخل التحالف العربي بدون انه لا تحالف وضمن التحالف وشرعية ايضا هناك فقوة كبيرة كيف يمكن ان يستمر اليمنيون في نضالهم والتضحيات المستمرة في الميدان على مستوى القبهات وعلى مستوى المعاناة اليوميا اليمنيين معاناة الإنسانية في ظل هذا الاداة واستمرار الاتكاء على يعني قوة سياسية هشة لا يمكن الاعتماد عليها واحد انا مع الشرعية ويمكن مع الشرعية اكثر من هادي واكثر من محسن وما اكثر من من داك انا مع الشرعية الرمزيتها الشرعية باختصار شديد جدا هي التي ستحمل اليمن من حكم سلالي يقوم فوق عصبية قبلية مناطقية حتى لو ما فيش هادي ولا في محسن احنا الشرعية وسنظل نحن الشرعية حتى نقل طريقنا اي محاولة يعني الشرعية الشرعية مش هادي صحيح الشرعية مش محسن الشرعية مش بندغر الشرعية احنا ويش نشتي واليمن وحنا يعني اليمن يعني الاغلبية الصامتة مش أنا وهم هم نفسهم هذول مش من مصلحتهم الا انه يكون شرعية لانه في الشرعية ممكن لابنائهم يجدوا لهم مكان في هذا الوطن لكن في ظل حكم سلالي قاع وعلى أكتف قبيلة ما فيش مكان لأحفادنا ولا لأولادنا للخمسة وعشرين مليون اليمني مش يكون فيه مكان إلا الأولادهم بس وأحفادهم إذن الشرعية ما فيش مزاح فيها إذا ما ضبطوش أمورهم القائمين بالشرعية اللي هم الموظفين والوزراء ورأس الوزراء وقاعدة القيش وبطلوا مع الاعتذار يعني الاعتذار يعني على أساس الذوق مش من الاعتذار لأنني مستحي من اللي قلت أنا بسميهم السبهللة يعني ضايعين خالص تايهين خالص وأنا أقولها هذا من باب من داخل مش من خارج أنا منهم ولازم يقبلوها ما نجل ضدهم نفس الشيء نفس الشيء بالنسبة للتحالف التحالف اللي قلوهم احنا معاكم وانتم مشكورين اقيتم واحنا اعتبرناكم انكم بتنقذونا وعادحنا بقول التحالف محتاج لكم في ثلاث محتاج لكم في بناء الاعمال ومحتاجكم في ترتيب البيت اليمني ومحتاج لأن اليمنيين ما يقدرون يرتبوا بيتهم من انفسهم لو تركوا لشعنهم اليمين لاستمروا في التناحر الى الابد والنقطة الثانية نحتاج لكم بضمانات اقليمية في ضمن ترتيب اقليمي ما يسمحش ما يسمحش باعادة عوامل الصراع والنزاع اللي عانينا منها طيب اذا ما يعني اي شيء طيب دكتور اذا كان هذا التحالف الان كما نتابع وكما نلاحظ في الفترة الاخيرة تحديدا اصبح هو الاخر عبء على الشرعية وعبء على اليمنيين واتخنى في دوامات يعني حتى انه بعض الدول ضربت الشرعية في مقتل في بعض المناطق المحررة كيف يمكن التعامل مع هذه التصرفات وهل من خيارات لليمنيين للخلاص خارج اطار التحالف وتدخل يعني هذه الدول نفس الشيء اللي قلته لأصحاب تعيز لازم كل واحد يرمي اليافطة حقه على قنب ويقول انا يمني وبس ويدخل للوسط انا يمني وبس مش وقت البيع والشراء ومش وقت يقول انا اليافطة حقي انا الزعيم الروحي حقي او انا المبادئ حقي هذا وقت اليمن وبس لازم اليمن وعقبكم ما عقبكم لازم كلكم تنضو تحت مخرقات الحوار الوطني المخرقات الحوار الوطني هو يضمن يمن مستقر لمدة مئة سنة قادمة المشكلة لا يوجد الرافعة له لا يوجد الرافعة له انا انا اسف اذا كان هذا الكلام يعتبر خيالي وما ينفع فاذا لا يوجد فائدة مش خيالي نحن نتكلم أيضا عن الخيارات التي ممكن تكون متاحة في ظل هذا الخضلان في ظل الضغط الدولي في ظل التواطو الأقليمي والدولي مع الانقلابيين يرمي يرمي يعني أصحاب تعز مثلا لو رموا ليافطات حقهم أنا أقول لك هذا أطفال هم يطلعوا باستوانة الغاز لرأس القبل رجلي قد أنا شفت المنظر هذا قد كل يوم قمع بالصبح لما أروحنا للقبل عند الفقر أنا شفت المنظر عندي كل أسبوع وأنا شوف هذا يقدر ينظف تعز تعز كلها مش تعز المدينة لو يرموا ليافطات حقهم طيب دكتور يعني هذا بالأخير نفس الشيء بالنسبة لليمن يرموا ليافطات حقهم طيب دكتور سؤال أخير بالنسبة لردود الأفعال فيما يتعلق بشهادتك التي أديت بها للإعلام مؤخرا حول التقربة المريرة التي مريت بها في معتقلات الإنقلاب يعني أنا أعرف أن هذا الموضوع يثير فيك مشاعر صعبة ولم تحب هذا الحديث فيه لكن لا يمكن أن تكون معنا دون أن نعرق على هذه الجزئية أريد منك تقييم لردود الأفعال وهل ترهب أنها في المستوى الذي توقعته مدام تشتي حاجة جديدة أقول لك حاجة أحسن منها لو أعدت عقارب الساعة إلى الوراء وقالوا لي لا تعملش كذا وهو قدام عينك هذا حدث لك سأعمل مرة ثانية أنا ما عملتوش كترف أو كخيار ما كانش خيار بالنسبة لي كنت بلب لداء الواقب أنا حسيت كذا إذا واحد ثاني رأيه مش كذا هذا رأيه لكن أنا رأيه أنا حسيت أنه بلادي ولازم أقدم أقدم إلى الصف الأول كنت قبها الواحد بالإنجليزي بالعربي بالتليفون كلا أنا أصلا بطبيعي منعزل شوية ويعجبني استمتع بحاجاتي بالقراءة وبالأشياء هذه وبالرياضة ومعي مبسوط من حياتي مبسوط الحمد لله لكن اتكلمت مع ناس في ظروف عادية لا يمكن أن أتكلم معهم وبالساعات ورحت في أماكن ما كان ممكن في يوم عادي أروحها كنت رحت لساحة الحرية وحاضرت واتصلت بأقانب واستطلّفت أقانب وكله كله من أجل 11 فبراير وبعدين كله كله من أجل مخرجات الحوار الوطني وكله كله من أجل نوصل لبلاد آمنة مش آمنة الثانية الشهيرة اللي اللي ضحكت اليمن اللي أصبحت نكتة نشتي بلد تعيش في سلام كل واحد يعيش مع خوف صعدة انت عارف أكثر واحد كان واقف مع صحاب صعدة في حروبهم الستة أنا وعارف أكثر واحد كان واقف مع الحراك لما ما كانش واحد تقرى يوقف مع الحراك كأنا وعارف أنه كان أول واحد وأكبر واحد كان معه موقف شعبي ضد حرب 94 وكله أهل تعيش كلهم يعرفوا الحكاية هذه من اللي عمل لقناة 18 يناير لدعم وثيقة العهد والإتفاق وقمعت 100 ألف توقيع ضد حل 1994 لازم كلنا نقدم إلى الأمام الواقف مادم قد ذكرت موضوع يعني وثيقة العهد والإتفاق وأيضا دعمكم شاندتك للحراك القنوب كيف ترى أو كيف تابعت موضوع المجلس السياسي والتحركة الأخيرة في القنوب أنا كنت أقول أسمي الحراك أنهم أشجع ناس على وقه الأرض لأنهم أول من تقرأ بالنفس بكل بعد حرب 1994 كان الوضع بعد حرب 1994 كابوس ولا حد يقدر يتكلم كان من كتب يلبق التعبير يضرب يعني يلبق يعني يضرب وبعدين ابتدأت أصوات الحراك على أساس أنه حاجة حقوقية ما ما هش حقوقية ولا أنا في رأيي ذكر موقف سياسي وأنا رصدته واللي يعرفون يعرف أننا قلت من الأول لحظة هذه هذه البداية كر كر جمل في صفحة في صحيفة الأيام لما يقول لك يوم يا ظالم هذا هذا بداية الحراكة أنا في رأيي قبل قبل المتقاعدين العسكريين بسنين قبل 2007 وأنا كنت أرصدها وبعدين وقفنا معاهم وبعدين قلنا لهم أنتم أبطال وبعدين شوية شوية ابتدأوا يكونوا شوكة في خصر اليمن وشوية شوية ابتدأوا يكونوا قرح غائر في خصر اليمن مش كلهم طبعا دكتور الآن أنا أنا بحكي لك اللي حصل على مر السنين على مر السنين يعني كانوا شيء محل فخرنا والآن محل قرحنا وألمنا طبعا بالتأكيد أنت لا تقصد كل فصائل صعد نفس الشيء وصعد نفس الشيء صعده قلنا لهم أنتم أبطال أول ما طلعوا أنكم أول ما أطلق رصاصة ضد صالح وبعدين في وقت أنا في معي رسالة افتحيها رسالة للحوثي ورسالة للحراك طيب كلمة أخيرة للجميع دكتور عبدالقادر في كلمة أخيرة لكل المشاهدين للجميع في دقيقة واحدة اجمل لنا كلمة تريد أن تنقلها للجمهور كلمة واحدة اليمن 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 أي شيء ثاني على أسس سلالي على أسس قبيلي على أسس مناطقي على أسس طائفي على أسس شرقي غربي مذهبي هذا كله بيودينا في ستين داهية يعرفوا حق اسمها اليمن وبعدين اليمن اللي في خاطري هي اللي بتحميكم وبتلبي كل هواقسكم المذهبية أو الدينية أو حتى الخيالية شكرا جزيلا أشكرك جزيلا شكر دكتور عبدالقادر القنيد أشكر أيضا تربيتك لدعوتنا في هذا اللقاء ربما هو اللقاء المطور الأول لك بعد خروجك من معتقلات أو سقون الانقلاب أشكركم أيضا عزائي المشاهدين لمتابعتنا في هذه الحلقة وتقبلوا تحياتي في الأخير تحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدر وكافة الطاقم الفني للبرنامج ألتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد في أمان الله اشتركوا في القناة